الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة هم مستقبل الطاقة في العالم كله وده سبب اهتمام العالم بالأبحاث والمشروعات اللي بتوفر أفكار جديدة لإنتاج طاقة متجددة واللي بتشجع كمان على فكرة التنمية المستدمة الحقيقة ان احنا كل يوم بنسمع عن ابتكار جديد بيقدمه الشباب المصري وبنشوف كده في حالة من الإبداع سواء في التفكير أو التنفيذ وده اللي عملوا فريق طلابي من برنامج هندسة الميكاترونيات أو الميكاترونيكس بكلية الهندسة جامعة المنوفية واللي فازه بجائزة أفضل تصميم لمركبة مسيرة بمسابقة جرين انيرجي سبرينت ضمن فعليات الحدث الدولي الكبير اللي نظمته الجامعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا واستضافته كمان الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المسابقة وعن التصميم من ضيوفنا اللي بنورنا النهاردة في ستوديو طبور الصباح المهندس دكتور طه شريف المدرس المساعد بكلية الهندسة والمشرف على أعمال الفريق عيسى طلوب بكلية الهندسة أهلا بكم ومن وارد أهلا بحضرتك فاني أهلا بحضرتك خلينا نبدأ محركة دكتور يعني كتير ممكن أو مش كتير بس البعض ممكن يقول إيه موضوع الطاقة المتجددة دي وإيه أهميتها يعني ما إحنا الحياة ماشية والكهرباء موجودة والبنزين موجود والسولار موجود إيه حكاية الطاقة المتجددة دي فيعني حابين نعرف الناس طبعا وبداية حدك مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهايدرو انيرجي أو الطاقات الجديدة والمتجددة دي بتعني أن مصدر الطاقة نفسه مصدر جديد غير تقليدي زي البنزين زي السولار زي الجاز دي كلها مصادر تقليدية وقابلة للنفاذ واللي دعت الحاجة للطاقة الجديدة والمتجددة هم محورين أساسيين المحور الأول أن احنا عندنا جلوبال انيرجي كرايزيس عندنا أزمة في الطاقة العالمية وعجز في مصادر الوقود وسلاسل الإمداد والتموين للمصادر دي وأيضا أن أثر استخدام المصادر الطاقة التقليدية زي البنزين زي الجاز زي السولار بيكون لها أثر ضار على البيئة وده نتج عنه التغير في المناخ والاحتباس الزائرة الاحتباس الحراري فطبعا استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بمصادرها المتنوعة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الأشهر ده بيؤدي إلى أن أنا أستفيد من الجزئيتين دول أن أنا بوفر مصدر طاقة مستدام للطاقة الشمس بتستع طول العام مصدر مستدام مصدر متجدد وأيضا أن أنا بقلل من الأثار الضارة للاستخدام مصادر الطاقة على البيئة بيأكد يكون منعادم بالنسبة لي باعتبار أن ده مصدر مستدام والحقيقة مصر يعني بتحتل مكانك كويسة بين الدول في فكرة إنتاج الطاقة المتجددة طبعا في حضرتك مشروعات يمكن إحنا عارفين تم إنشاء أضخم محطة الطاقة الشمسية في العالم في أسوان وأيضا جاري تنفيذ مجموعة من المشروعات في مجال طاقة الرياح في منطقة خليج السويس وغيرها من المناطق اللي الاستفادة من وجود الطاقة الشمسية بالنسبة لي مصر طبعا مصر بتقع في دول الحزام الشمسي وفيه يعني يمكن متوسط شدة الإشعاع بالنسبة لمصر عالي مقارنة بدول أوروبا ومقارنة بدول أخرى وبالتالي مصر من الدول المرشحة بصورة أساسية للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة جميل جدا عبد الرحمن إحنا عايزين نعرف بقى تفاصيل أكتر عن الفريق بتاعكم وعن عدد أعضاء وتكونتم إزاي من البداية فكرة التماع عندنا فكرة غير تقريضية يعني أي حد يشارك معنا من كلية أو من الليفل بتاعنا أو من الليفل المختلفة سواء بفكرة أو بمجهود يعتبر معنا عضو في التفتيتيم حتى لو كان عضو غير مباشر وده احنا تعلمنا من الكرسات اللي احنا كنا بناخدها قبل كده في كرسات المواد اللي قبل كده اللي احنا كل واحد كنا نشترك في المشروعات وده احنا كنا بنبقى ليفلز مختلفة وده اللي خلينا نتشارك الخبرة بين الليفلز والليفل اللي هو أقل مننا يعني مش كلكم من نفس السنة لا كلنا مختلفية عشان تشارك الخبرات بابنا بإذنك طب إيه رابط بينكم إيه؟ إيه رابط بينكم يعني الهدف الهدف اللي إحنا لما لقينا مثلا كذا حد فكرته نفس دماغنا وعايز ليعمل كذا كذا فرابط بيننا طب أحمد خلينا أروح معك لتفاصيل المسابقة Green Energy Sprint تحكي ليه بقى الكواليس هي مسابقة Green Energy Sprint هي مسابقة ضمن الحدث الدولي لنظمته الجامعة الأمريكية ASME EFX وهي استضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة إحنا كنا مقدمين بالمشروع اللي هو Smart Vehicle with Renewable Energy الحمد لله يعني كان فيه ثقة جامدة لإني كان التصميم كان الدزاين للبروجيكت كان تحت إن إحنا عشان الدزاين للبروجيكت كان تصميم المشروع تصميم المشروع كان يعني طب أنا عايزة أسأل سؤال برضو مهم هنا يمكن عايزة أعرف إجابته من دكتور طاها اختيار الموضوع أو الفكرة أو المشروع نفسه هل بيكون من اختيار اللجنة اللي بتقيم في المسابقة ولا بيكون من اختيار الفريق أو من اختيار حضرتك كمشرف على الفريق هو حضرتك في يعني أي حدث أو أي international event بيتم تنظيمه بيكون لي مجموعة من الأهداف اللي بتستهدف القضايا العالمية تمام؟ فالأزم event اللي تم عقده فيه الجامعة الأمريكية ده كان لأول مرة بيعقد في مصر والشرق الأوسط وبيستهدف مجال التنمية المستدامة تم عرض مجموعة من الفعاليات المتعلقة بالتنمية المستدامة ومجموعة من المسابقات في نفس الإطار كان منها مسبقة الgreen energy sprint واللي كان الهدف الرئيسي منها أننا أقدر أننا أتحكم فيه أي ذيكل أو أي مركبة ويكون الزيادة على التحكم في مركبة مسائرة أن يكون مصدر الطاقة الخاص بها green energy resource أن يكون مصدر الطاقة نفسه مصدر مستدامة لأن طبعا نحن عارفين أن على مستوى العالم مجال الأوتوموطيف أو مجال المركبات ده أحد الرافض الأساسية يمكن لما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة على مستوى العالم حتى التطور الصناعي نفسه بيعمل حاليا على أنه هو واكب التطور ده بحيث أنه يوصل للباست بيرفورمانس الخاص بالفيكلز أو الأداء الأمثل للمركبات بمختلف أنواحها وبيجي هنا في ظل أزمة الطاقة والأضرار الخاصة بمصادر الطاقة التقليدية بيكون عندي هنا العمل الأساسي كمان أن أنا أضيف للمركبة دي مش أنها بس ديزاين بتاعها ممتاز أو التصميم أمثل أو أن الأداء بتاعها فعال لا أن يكون مصدر الطاقة الخاص بها مصدر مستدام وبالتالي يكون العوادم الخاصة بالمركبة دي أو أثارها على البيئة هو برضو منعدم أو يكون أنا هنا استفدت بيه المستن اللي احنا اتكلمنا عنه إذن في هنا ربط بين فكرة استخدام الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة وبين الجانب التكنولوجي آه طبعا هنا بيظهر الربط ما بين الجانب التكنولوجي وما بين استخدام مصادر الطاقة الجديدة ومتجدها كمصدر لدعم التكنولوجي دي ويعني على مستوى العالم ده يعني ده يعتبر تواجه عالمي في المجالات دي طب أنا عايز أسأل عبد الرحمن إحنا يعني إحنا وصلنا لنتاج هايل جدا هل في حساباتكو كفريق بقى تطوير ده إيه إيه اللي جاي يعني شايفين أنتو حابين تطوروه ألا أنتو كده وصلتوا خلاص للي أنتو عايزينه لا بإذن الله نحابين تطوروه إذن الله اللي إحنا ممكن نضيف عليه فيه شرطة تانية زي اللي إحنا مثلا ودواتي حاليا بيقدر مثلا نقدر نستخدومه عن طريق موبايل ممكن نحط بعد كده ممكن نخليه قدر ليه مفرور يمشي على الخط معين نقدر نحط عليه جريبر ممكن يقدر يعني يمشي على الخط معين ويشيل حاجات ويتحرك بيها ويودها أماكن معينة يعني بإذن الله ممكن يتطور بإذن الله طيب أحمد كنتم متوقعين أنتو يعني تحصلوا على المركز التاني وتاخدوا أفضل تصميم بين أكيد فرق كتير قدمت معكم في المسابقة وأكيد مشاريعهم برضو مهمة جدا بداية هو التصميم كان تم دراسته بواسطة كورسات في الكلية زي الميكاترونيكس ديزاين والميكاترونيكس كومبوننت وده كان تدريب كبير لنا طول فترة الدراسة إن احنا نوصل للتصميم الأمثل اللي يستحق أفضل نموذج أنتو أفضل نموذج الحمد لله لما كنا في المسابقة تم الإشادة الدكاترة أشادت بالمستوى وإن احنا كان التصميم بتاعنا كان الحمد لله كان على مستوى عالي جدا والحمد لله كان فيه فرق واضح ما بيننا ما بين أي تصميم تاني والحمد لله ده تم رؤيته من لجنة التحكيم طب أنا حابب تحكي لنا يا أحمد عن الصور دي يعني أحساسكم ومشاعركوا في اليوم داي هي دي كانت الفرصة الأولانية أن احنا نشترك في مسابقة كبيرة زي دي الحمد لله كان نحن نوصل نحن ناخد أفضل تصميم هندسي هي دي كانت مسابقة كانت جايزة ملهاش ترتيب وهي كانت دي حاجة بالنسبة لنا حاجة كبيرة الحمد لله لما اتعلن نحن فوزنا كان الحمد لله يعني كانت حاجة كبيرة ومفرحانة جدا الحمد لله حلو جدا ابن أتمنى لك وأكيد التوفيق خلال الفترة اللي جاية والمشاركة أكتر في مسابقة دكتور طه هل كان في صعوبات معينة بتواجه الفريق أثناء العمل أو أثناء تنفيذ المشروع نفسه هو حددك بالنسبة للصعوبات اللي بتواجه تنفيذ أي بروجيكت أو أي مشروع تصميم أو أي مشروع تكنولوجي ده بيكون يعني مستهدف في الأساس أن أنا بعمل بروجيكت معين بيكون أحد الأهداف التعليمية بالنسبة للطلاب أن نضعهم في إطار يكون في مشكلة وعايزين لها الحل بحيث أن طبعا الطالب بيفرق عن الخريج في أنه بيكون عنده الفكرة بتاعته ما هيش مقيدة بالقواعد والرولز والليمتيشنز أو القيود اللي بتوضع لدى من لديهم الخبرة العملية دايما الخبرة العملية بتحد القدرات الخاصة بالأشخاص في الفكر والإبداع نسبيا فطبعا بيكون الطالب هنا هو مصدر للفكر الإبداعي أن أنا أقدر أنه مش ملتزم بقيد معين بيقدر يجي عنده فكرة معينة بيقدر أنه يتخيل زي ما حدك بتقول تماما وبعدين لما بيتخيل بيبتدي يشوف أقدر أنفذ الفكرة دي إزاي طب يا ترى لما نفذها طبعا بتقابله صعوبات بيبتدي يفكر في الحلول الخاصة بيها بيبتدي يشوف حلول غير تقليدية لأن من الممكن يكون في قيود عليه في الوقت في الدراسة في البيئة في توفر خمات في كل ما يتعلق به القيود دي وبالتالي ده بيكون شيء مستهدف في الأساس يعني ودايما الإبداع أو الفكر الإبداعي بيكون نتاج لوجود مشكلة دايما بيقولوا الحاجة أم الاختراع أنا ما أقدرش أنه نوصل لاختراعا ما أو فكرة معينة إلا إذا كان عندي مشكلة وأنا عايز أحلها أحلها إزاي؟ حضرتك ثلاث أشخاص أربعة أشخاص كل واحد هيفكر بطريقته وكل واحد هيوصل لحل مختلف عن التالي الهدف هنا في النهاية نحن ناخد الحل الأمثل منهم ونبتدي أن نطبقه ونبتدي أن نستفيد به أو ممكن يعني وحرك صحح لي لو أنا مخطئ في وجهة النظر ممكن يتم دمج الأفكار المختلفة لأن كل واحد على حسب قدراته وتوجهاته ممكن نوصل في الأخر لحل شامل يجمع بين كل الأفكار وده لا يخليني أنتقل من كلام حضرتك لعبد الرحمن كنتم مقسمين بقى الشغل إزاي؟ يعني مقسمين بتدرسوا إزاي؟ احكيلي كده عن الكواليس اللي كنتم عايشينها مع بعض ولا كنتم بتعملوا كل الحاجات كل حد بلي حاجة؟ أولا إحنا عشان نعمل تصميم ده كان فيه كذا مرحلة إحنا كلنا فعلا زي ما البشمانديس أحمد قال لي يعني قال إحنا كلنا درسنا سواء الدزاين في الكلية سواء الدزاين أو الكمبونت وتوصيل بس كل واحد في التيم كان بقسم مثلا جزء معين في المشروع وبعد ما كل واحد يخلص الجزء بتاعه كنا بنقعد في الآخر بأن كل واحد بيقول العمله ونتوصله ونتوصل الأفضل حل لهم وكل واحد بيفهم إيه اللي عمله بحيث كل واحد يبقى من المجزين المشروع طبعا ملاحظات ديبتور طاكة بتفري معك أكيد طبعا من غير طبعا ماكنش المشروع هيعمل طب يحمد أنت مهمتك كانت إيه في المشروع؟ يعني عملت إيه بالزبط؟ الدزاين كان مهمة كبيرة أنه لازم نوصل للصيز المناسب بحيث أن يبقى الوزن الويت يبقى ويتلس بحيث أنه يبقى الوزن خفيف جدا وبحيث أنه يبقى المركبة تقدي أداء سريع وأداء مهم زائد أنه كان فيه قياسات معينة للمسابقة لازم تشترط المسابقة أنه نكون ملمين بها وأنه نكون محققينها فالحمد لله قدرنا نوصل أن التصميم يبقى على كفاءة عالية يعني التصميم اختياركو لكن المواصفات بتاعته دي المسابقة هي اللي بتحدث بالزبط طب دكتور طاه نقدر نشوف ده على أرض الواقع النموذج اللي حضرتكو حققته نشوفه بقى يعني عملي كده في المجتمع والله هو حددك بالنسبة لي استخدام الطاقة الجديدة والطاقة الشمسية بالنسبة لي المركبات المسايرة هو موضوع محل نقاش ومحل تطوير من سنوات يعني تمام ويمكن كلنا شوفنا قبل كده الرحلة اللي كان يعني باستخدام طائرة بتستخدم الطاقة الشمسية بالكامل علشان تقوم بالرحلة الخاصة بيها تمام فهو حددك فيه جهود خاصة بيه تطوير التوجه ده أو تطوير استخدام الطاقة جديدة ومتجددة في المركبات المسيرة لكن محتاجة بحثة أكتر ومحتاجة تطوير أكتر ومحتاجة أن أي فكرة مشروع بيتم الوصول لها دي بيكون عبارة عن بروتوطايب أو عبارة عن نموذج أولي تمام ممكن يكون ناجح في مرحلة الاختبار ممكن يكون ناجح في مرحلة النموذج لكن محتاج كدراسة اقتصادية محتاج دراسة تنفيذ على انطاق واسع محتاج أن أنا أدرس تقنيات التصنيع المتعلقة به محتاج أن أدرس أعمل دراسة شاملة لأي فكرة مشروع أعايز أن أنا أطبقه بحيث يكون العائد من وراه كعائد اقتصادي، كعائد بيئي، كعائد مادي كعائد هندسي على المجتمع وعلى المجال الهندسي محتاج دراسة وافية فيه وتعاون من الجهات المختصة في الشأن حلوة جداً أعايز أطلب من حضرتك طلب علشان برضو تكون الصورة واضحة قدام أستاذ المشاهدين عايزين نعرف مفهوم مركبات مسيارة يعني إيه؟ هو حضرتك المركبة المسيارة من اسمها كده إذن يعني من اسم مركبة عارفين احنا كل أنواع المركبات تمام؟ طيب مسيارة إذن المركبة ديت أنا بقدر أن أتحكم فيها سواء مثلاً عام بعد سواء باستخدام التقنيات الحديثة زي تقنيات الزكاة الصناعي سواء أنها مثلاً ممكن تكون مركبة مسيارة في مصنع بتستخدم لخاصية معينة ففيه line follower أو فيه خط بتمشي عليه وهي بيكون مبرمجة للفانكشن ديت أو للوظيفة ديت وأيضاً بيكون في الحالة ديت فيه ضبط للتوقيتات المتعلقة بالاوبريشن أو بالعملية اللي بتأديها المركبة ديت برضو يمكن حالياً بيتم تطبيقه على النطاق واسع عندي في الموانئ العالمية بيتم استخدام المركبات المسيارة في الشحن ونقل البضاء داخل المينة نفسه وده بيكون طبعاً بيوفر علي يعني بيكون فيه سلاسة فيه التخزين فيه سلاسة ومرونة فيه عمليات النقل الخاصة بالأمور دي أو البضاء كمان أمان للعنصر البشري آه طبعاً طبعاً أنا بستخدم ممكن أستخدم مركبة مسيارة في إن أنا أكتشف فيه كشف الألغام ممكن أستخدمها فيه زي ما نشوف فيه يعني في مجالات متعددة فيه خط سريب مثلاً في خط بطرول يعني الروبوت أو استخدام المركبات المسيارة بسرعة عامة بيكون لها ميزات منها إن أنا بجنب العامل البشري البقات الخطرة منها إن أنا بقدر إن أنا أحصل على الأداء الأمثل بالنسبة للعملية دي أو للبروسيس أو يعني اللي أنا بقوم بيها تمام؟ لأن مهما يتكرر الأكشن ده ومهما يتكرر الفعل ده بالنسبة للروبوت هو مستدام أيضاً كفعل اللي بقى في حد ذاته هو فعل مستدام مفيش فيه العامل البشري إن أنا هتعب الكفاء بتاعتها هتقل الجودة بتاعتها هتقل لأ هنا بيكون فيه يعني أه بقدر إن أنا نوفي المعايير كمان معايير الجودة صحيح طيب عبد الرحمن منه فيه يتيم تحركتها لفترة الجاية بإذن الله المشابقة دي شجعتنا الحمد لله لأنه كل واحد يشتغل عن نفسه أكتر ويشتغل بإذن الله وبإذن الله فيه مشالاتها جديدة بإذن الله يعني هنشترك فيها وهنعملها بإذن الله كلها ليه علاقة بالطاقة المتجددة فيه وفيه يعني فيه دلوقتي مثلا متجددة متجددة وممكن نعمل مجرد طاقة متجددة يعني هنبنعمل كله بإذن الله هذو جدا طيب أحمد شايف إن أنت خرجت من التيم ومن المسابقة ومن المشروع بشكل عام استفدت إيه؟ أضاف لك إيه؟ أضاف لي إن أنا الحمد لله إن نقدر إن إحنا بعد كده إن إحنا نخشي مسابقات أكبر وإن إحنا ننافس إن إحنا نبقى التصميم بتاعنا يبقى أحسن وإن الحمد لله إن البروجيكت يحصد جائز أكبر وإحنا إن شاء الله الفترة الجاهة نبقى نختلط بسوق العمل وإن شاء الله هيبقى فيه فرصة أكبر إن إحنا نشوف التصميمات أكتر وإن إحنا نتابع التطور اللي حصل في المحل التطور والحمد لله وممكن إن شاء الله في مرحلة بعد كده إن إحنا يبقى فيه تصميم يتطبق عملياً يبقى حاجة كبيرة إن شاء الله أنا شاف إن فكرة تصميم يتطبق عملي ده وفقاً يعني لملاحظات دكتور طه لو نجح ده هيبقى حاجة هيلة جداً حاجة كلها مرضود كبير جداً خلينا أرجع لحركة دكتور وعايز أسأل حضرتك عن رؤيتك للمستقبل مع استخدام الطاقة المتكددة هل هي ستضع حلول لمشاكل كتير هل هي هتكون فيه استفادة كبيرة وعوائد كبيرة منها يعني أنا عارف حضرتك واضح مش عارف ده هو واضح إنك مغرم بالموضوع فعايزين نقاط كده فاند تقولنا فيها نفهم الموضوع هو حضرتك لأنه متخصص في الطاقة الجديدة ومتجددة وخصوصاً الويند انرجي ويعني كنا نحن نشارك أصلاً في حدث دولة يقام في بسطن في الولايات المتحدة الأمريكية كتمثيل لجامعة المنوفية أو لمصر في الإيفينت ده وخاص بيه الويند انرجي أو قطاع طاقة الرياح تمام فهنا كرؤية للطاقة الجديدة ومتجددة هو حضرتك ده وان وي ده اتجاه واحد ما عندكش اختيار أو العالم كله أجمع دلوقتي ما فيش اختيار تاني لعدم استخدام الطاقة الجديدة ومتجددة كله بيدور دلوقتي على أنه يوجد حتى طرق يعني صور للطاقة الجديدة ومتجددة ومصادر أكتر ومصادر أكتر تمام بكافة الصبل والأشكال وبكافة أشكال الدعم ويهيه البحث ويهيه يمكن فيه يعني معاهد بالكامل منشأة لأبحاث الطاقة الجديدة ومتجددة يعني فإذا هو كحاجة لا كاتجاه واتجاه واحد لابد أن احنا هننتقل لي استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لأن يعني من فترة كبيرة جدا وإحنا مصار أن مصادر الطاقة اللي هي التقليدية دي كلها في سبيلها للنفاذ تمام برضو حاليا بنعاني من أصارها الضار على البيئة تمام محتاجين أن احنا نحصل هنا يعني وطبعا الطاقة الجديدة ومتجددة بتوفر لي الجزئيتين دول عندي مصدر طاقة مستدام لا ينفد وفي نفس الوقت طاقة جرين انيرجي أصارها على البيئة يعني صديق للبيئة تمام فريندلي وبالتالي أنا هنا يعني أكيد مش هسيب اختيار هو الأمثل والأفضل وهو ليه كل المميزات وفي نفس الوقت هاختار اختيار تاني هو يعني بالنسبة لي مش زوء لا ده زو ضرر كمان حضراتكم نورتونا وشرفتونا وبالتوفيق إن شاء الله في الفترة اللي جاية المهندس دكتور طه شريف المدرس المساعد بكلية الهندسة والمشرف على أعمال الفريق وأحمد مجي وعبد الرحمن عيسى طلاب بكلية الهندسة نورتونا وشرفتونا شرفنا بجود حضراتكم معنا ومنتظرين منكم المزيد من الأفكار والإبداعات إن شاء الله بشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم كانت آخر فقرة من فقرات حلقتنا النهاردة من برنامجكم طبور الصباح وبشكر كل أفراد فريق العمل نلتقي بكم غدا في حلقة جديدة يومكم حلو يا رب إن شاء الله